السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا بكم حبابي. معكم مصحبة. ركب معلم اول لغة انجليزية. النهاردة ان شاء الله بازن الله نبدأ مع بعضينا في حل وشرح unit 4 الوحدة الرابعة لصف الرابعة من كتاب بتباي بت عشين تات وعشين فاصل الدراس الاول. والنهاردة معنا من النهاردة عنوان هيبقى عندنا ها? where do you live? where? ها نحل ونشرح في الفيديو ده الدرسين الاول والتاني الصفحات من مية سبعة وخمسين لمية واحد وسبعين. يبقى النهاردة في الوحدة الرابعة هنشرح ونحل منها هي اول درسين الدرس الاول والدرس التاني. يلا بنا نشوف كتاب بت صفحة 27 سبعة وخمسين الدرس الاول لسن وان. لسن وان. اتهم في البيت. ونهاردة ففتي سبعة وخمسين. عندنا بقى انصيد زاوس يعني بداخل المنزل. عندي انواع الغرف المختلفة داخل المنزل. اول حاجة عندنا حجرة نوم يعني. بدروم 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 بدروم. حجرة روم روم روم. حجرة معيشة ليفنج روم ليفنج روم ليفنج روم ليفنج روم. يبقى حجرة يعني روم غرفة معيشة وحجرة معيشة ليفنج روم ليفنج روم. وحجرة نوم يعني بلكنه بلكن. موقف يبكي بلكني. وقةك 는�uri مكتشن عندي ركبة يادي تساب الجديد عام سنوات مكتشن. حمام بيسرو عندي تاك بياجب عام حرف الآ، حمام بيسرو حغر التنوري الطعام ي الآkad عام سننحر داينينجروم داينينجروم نقول ثاني حجرة روم حجرة نوم بيدروم حجرة معيشة ليفنجروم ليفنجروم بلكونا بالكني بالكني مطبخ كيتشن حمام بسروم بسروم حجرة الطعام داينينجروم داينينجروم نقلب الصفحة صفحة مية تمانية وخمسين بعد ما عرفنا انواع الغرف المختلفة تعالى شو برضو عندنا منازل مختلفة عند انواع كتير من المنازل اول نوع معنا الخيمة اللي موجودة في الصحراء اسمها ايه تنت منزل منزل المنزل قدام الحديقة عندنا بقية شقة سكنية لايه الشقة اللي موجودة ايه في العمارة ابرتمنت عندنا كهف اللي موجود في الصخور كهف كيف كيف قارب الليه قارب للسكن الليه وايه او منزل ايه على سطح الماء يعني ايه خيمة تنت منزل منزل هاوس هاوس شقة ابرتمنت كهف كيف كيف قارب للسكن هاوس بوت هاوس بوت تمام عندنا ايه محبوب رائع فانتاستيك فانتاستيك يبقى عندنا مفضل ففرد بالكامل هول هول ففرد هول عندي كمان كونت جيجيشن وفيربس وصفات الافعال افعال منتظمة منجيب موضة منها بالدي لو اخرها ايه او اي دي اذا لم تنتهي بال ايه او اي اي دي اذا انتهت بواي وقبلها ساكن فبنعزف الواي ونحط مكانه اي اي دي طيب بعد كده عندنا افعال غير منتظمة قالك دي بقى اي تحفظ كما هي ليسا لا قعدة سبتة يرتب ارتب organize organize انتهى بالايه؟ هنتفلها دي فقط organize organized organize organized organize organized ينتقل الى او ياه يعزل يروح مكان تاني move to كلمة move الماضي منها moved move moved يسترخي او يستريح relax relax نحط لها ايدي relaxed يبقى organize organized move moved move moved relax relaxed relax relaxed غير منتظمة يعمل واجب المنزلي دو همورك الماضي من دو دد دو دد عندنا اكسرافوكا بكلمات اضافية بالنسبة لي ايه؟ جدا او ايضا ان جات ايضا تبقى ايه في اخر الجملة معناها ايضا تجاب له الصفة معناها جدا وماش كلوث تجيب حرف الثاء كلوث كلوث ومال ملابس بقى يعني ايه؟ كلوثيس الت ايضا تبقى هنا بيجب حرف الثاء كلوثيس ملابس وماش كلوث بيدو كويتلي 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 صخرة روك 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 بل خارج اوتسايد 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 بل داخل انسايد 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 يبدو رائعا ساوند اس جود ساوند اس جود روك اوتسايد اوتسايد انسايد انسايد ساوند اس جود ساوند اس جود صفحة اللقصة 159 159 ووظائف لغوية علشان اطلب المساعدة طلبها ازاي بالانجليش اقول ممكن تساعدني لو ابل ويساعدك هيقولك ياس شوري نعم بالتأكيد رفض هيقولك سوري اي كانت اسف لا استطيع تاني حاجة للتعبير عن شيء جايد انسايد ذات ساوند اس جود ذات ساوند اس جود ذات ساوند اس جود ليه الاقتراح لتس زاد الفعل في المصدر يعني فعل بدون اضافة تمام لتس دو ات لتس دو ات لتس دو ات يعني ايه هيا انا فعل ذلك ندرس في هذا الدرس العماكن المختلفة داخل المنزل بيد روم غرفة النوم ليه انجروم غرفة معيشة باسروم الحمام دا ينجروم غرفة الطعام كيتشن مطبخ بلاكونة بالكوني اتعلم ايضا اشكال مختلفة دى المنازل الهاوس المنزل ماله اتس بيج انه كبير اتس بيج انه كبير عندنا الابارتة منتشاءة هاس ابالكوني بها بلاكونة هاس ابالكوني تنت الخيمة ميت اوف كلوث ميت اوف كلوث تصنع ملكماش كيف لوالكهف موجود فين انسايد اروك داخل الصخرة انسايد اروك هاو سبوت اللي هو ايه يكوني على الماء انسايد اروك يبقى تس بيج هاس ابالكوني ميت اوف كلوث انسايد اروكوة جو مالهام ما تيجي معي في الدرس الهارة دلوقتي انظر الى شقةنا الجميلة انظر الى شقةنا الجميلة ايه هي غرفتك المفضلة استطيع ان ارى الشارع بالكامل هل من الممكن ان تساعديني في ترتيب المطبخ هذا يبدو رائعا هيا نفعلها يلا بنا نالي بالصفحة بقى ونشوف نص الدرس معانا وانا هاندري سيكس مية وستين ليسا نانريل عندي محاجسة بتوين الام وبنتها تالية الام لوكا تاور لافلي نيو ابارتمنت لوكا تاور لافلي نيو ابارتمنت انظر الى ايه شقةنا الجميلة تلا اتلا اتس فانتاستيك انها ايه رائعة مان بتقولها which is your favorite room ايه بقى غرفتك المفضلة اتلا فورمي بالنسبة لي انا بحب غرفة نومي ليه i can relax استطيع الاسترخاء and do my homework quietly واعمل واقبي بهدوء يبقى i can relax استطيع الاسترخي and i do my homework quietly واعمل واقبي بهدوء my favorite is the living room انا بقى المفضلة بالنسبة له هي ليه the living room with the balcony i can see the whole street واشوف منها كل الشارع ثالية can you help me organize the kitchen can you help me organize the kitchen can you help me organize the kitchen هل يمكن ان تساعد هنا في ترتيب المطبخ او تنظيم المطبخ that sounds good هذا يبدو جيدا let's do it هيا نفعل ذلك خلاص يا ماما يلا بنا ننظم المطبخ عندنا اسئلة هنجاوب عليها على الام وبنتها تالية where are mom and تالية where are mom and تالية موجودين فين دلوقتي new apartment what are they talking about بتكلموا عن ايه there there new apartment طيب انا هنا ممكن اقول ايه in the living room في غرفة المعشة حددت له المكان بالضبط اللي هما يعدين فيه يعدين في المكان ده كده فين في living room عشان وراهم البالكوني وراهم البالكون هاي in the living room طيب بتكلموا على الآية ذرني وأبارتمنت الشقة الجديدة what is mom's favorite room الغرفة اللي بتفضلها الماما living room عشان فيها ايه في عبالكوني طيب لبا دو سي زهول السريت عشان تشوف منها الشارح كله السريت لو كان ماتش تعالى نوصل يلا كيتشن مطبخ حرف ايه فين المطبخ حرف السي فين اللي بيدروم غرفة النوم اللي فيها السرير اهي حرف د فين اللي بيسروم الحمام الحمام حرف الايه اللي فين غرفة المعيشة اللي فيها التلفزيون فين حرف الاف الدين اللي هنأكل فيها فيها ايه اهي حرف البي والفين بقى البالكون البالكون اهي حرف الايه تمام عملنا ماتش توصيل صفحة الوسطة صفحة الوسطة صفحة الوسطة 460 listen and write the correct room السامعة اكتب الحجرة الصحيحة I cook food in this room اطبخوا الطعام في هذه الغرفة اطبخوا الطعام بقوا فين في الكيتشن المطبخ I sleep here انام هنا بنام فين في البيتروم I talk to my family بتكلم مع عائلتي انوش تلفزيون ونشاهد التلفاز in this room المكان اللي في التلفزيون غرفة المعيشة I take a shower in this room باخد دشة وحمام في المكان ده طبعا الباسروم بس حما فين في الباسروم I love to sit here بحب اجلس هنا I can see the people in the seat واشوف الناس اللي في الشارع طبعا ايدي البالكوني بلكونا I eat dinner اتناول العشاء with my family ما علت here dining room 5 بيقول لك look and read look and read then read and complete انظر واقرب على كده اقرأ واكمل تعالى my grandparents live in a انا اكدار اعيشين فين في الكهف the rooms of their house are in the rock الحجرات بتاع منزلهم موجودة داخل الصخور inside it's بداخل الكهف never too hot or too cold الطقس لا يكون حر أبدا ولا بارت أبدا number two my uncle or my aunt move to a new apartment انتقت الى شقة جديدة apartment وزهر فمر ما علتها they are very happy بهم سعادة جدا because they have a big balcony عشان تدوم بلكونة كبيرة three my friend and her family صديقة وعالتها live on it's small but she loves living on water تحب تعيش على سطح الماء يبقى يعيشها فين في ال house house عيشها على سطح القرب four in the desert in the desert some people who live in house في الصحراء يتعيش في ايه مصنوع من القماش طبعا الخيمة تنت يبقى الخيمة نعيش فيها في الصحراء مصنوع من القماش 5. I love living in a not because it's big هو اللي عيش فيه يكون كبير طبعا الهوس المنزل my grand-parenth is a daddy Liv was us a world I can't believe outside لعب قدام البيت with my brother and sister مع أخويا وأختي تمام؟ ايه اللي بالصفح اكتفتات على الدرس الاولاني صفحة 162 في كتاب بيت تعالي اخطي اللي اجابات الصحيحة نمبر ايه بعض الناس اللي نعيش في الصحراء هو المكان اللي نعيش في الصحراء تنت خيمة عاو سيبوت منزل على سطح القارب او الابارتمنت شقة سكانية طبعا نعيش في التنت وحنا في الصحراء خيمة هل يمكن ان تساعدني جيدا؟ هل يمكن ان تساعدني بشكلّة؟ استيما سيحب يحب عليه عاو سطح الماء له كانت الاولاني الجديد هو ايف ان تلاسس موضوع clearance لاتسو نعيش ! ايه المطبخjä وصوص اليوم نحن ان ؟ بعد ريفس أي فعل في المنزل تبقى أرجونايس هيا نرتب المطبخ ريت أن ماتش ارا وصل اي ويس بي اي ليف ان ات انت انا عيش في الخيمة ات سميت اوف كولوث مصنوعة من القماش اي ليف ان اان ابارتمنت انا عيش في شقة سكنية اتهاس عبال كنوا بها بلك هنا صديقي يحب المياه هيعيش فين هيعيش على الهاوسي بوت في الهاوسي بوت حرف دي مي انت عميتي موفد تو انيو هاوس انتقلت الى بيت جديد يبحر في البي سري بيقول لك ريدا مفلنزا جاب سكر اوامنا الفراغات بلكونا بالكني كلين ينظف فيفريت مفادل اوار فاميلي موفد تو انيو ابرتمنت عيلتي انتالت شقة جديدة الاسبوع الماضي انها رائعة ادخل جديد ثم يتكلم ادخل جديد ماذا المفضل الى اكترا ادخل جديد يستر دي بالان سعي هيل بات مامتو ساعي ات مامتو ايه كيلين كيتش نفيت ننظيف المطبخ ماي سيستر زفيفر تروم حق غرفة اخت المفضل هيا البيتروم بيكون شريلاكس بتسترخي اندو هيل هو مور كويت لي بتعمل واجبها بهدوء صفحة لقصدة مية ترات وستين السؤال الرابع يريدنا الريوردر زفولون توميك سنتنس تعال الرتب يلا هبدأ بيورتب عن كلمة السفهام دور على فعل مساعد عندي الدوم الفعل اللي عندي طبعا new بقى كده الفعل ايه live واردو live انا تعيشي بقى فعل كلمة السفهام فعل مساعد بيجي الفعل يجي الفعل ده تراتب السؤال what فعل مساعد is your favorite room ما هي غرفتك اللي ايه المفضلة my my live يعيش us with grandparentes من هم با الجراند بارانتس ما لهم live with us يعيشوا معنا i play sorry i can i can play outside نستطيع أن ألعب بالخارج قدام المنزل مع مين with my brother مع أخويا عاوز باراغراف عن ايه my bedroom غرفة نومي طبعا المجابة عنه في نهاية الايه في اخر الايه الوحدة صفحة 192 تعال هقرأ معاك الجمر صفحة 192 على my bedroom غرفة نومي 192 my bedroom غرفة نومي it's my bedroom انها غرفة نومي هي القدامك دي it's my bedroom انها غرفة نومي هي القدامك دي it's my bedroom انها غرفة المفضلة i sleep in it بنام فيها ومل سهلة i read stories there بقرأ القصص وانا قاعدة هنا i like my house very much بحب منزلي كثيرا جدا نرجع بها لصفحيتنا عشان نكمل ايه حال التدريبات رجعنا صفحة 163 بعد كده عندنا اخر حاجة البنك تويت عندي الايه اول كلام عيني بتروح عليها لازم اول حرف اتعمل كابتال ليدر i live in a big house انا عايش في منزل كبير طبعا دي جملة خبرية فهنحط الايه النقطة كده انتهينا من شرح وحل الدرس الاوليني يلا بنا بقى نشوف listen to الدرس الستين صفحة 164 listen to where is it where اين where it's silent اين يكون او تكون بس رع الاماكن عندي prepositions of place ليعروف الجرة الخاصة بالايه بالمكان الاسري بيجيب حرف z والتي اي واني بيجيب ايه شن دي جاي بزر عشان بيه الحرفين بتحركتنا الاي والاو ادي او و ادي اي والتي اي اي انه بيجيب شن prepositions of place اللي هي حروف الجرة الخاصة بالمكان يلا والكتف عند الوقت ايه على اون على اون بجوار next to next to next to بجانب الصندوق next to next to جوه الصندوق في في ان على اون على اون بجانب next to next to next to طب بين صندوقين بين between between تحت الصندوق under تحت under تحت under امام in front of in front of in front of خلفة behind وفور الصندوق behind 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 فوق واعلى في مسافة لكن لو لاس اكد اعطوا على الصندوق نقول ان اون زي اول صورة شايفين دي في مسافة بين ومن الصندوق لكن دي على لاس اف الصندوق يبادي اون لكن تحت اه اعلى الصندوق يعني اباف خلفة behind behind فوق واعلى اباف اباف نقول تاني في ان على اون في ان على اون في ان على اون بجوار next to next to next to under under تحت under under تحت under بين between امام ام front of ام front of خلفة behind 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 فوق واعلى اباف اباف يلا بنا نشوف الصفحة اللقصة ده 165 عندي با public places اماكن عامة public places مركز التسوق مركز التسوق ميوزيام ميوزيام مدرسة سكول مكتب بريد مكتب بريد مكتب بريد مكتب بريد مكتب بريد مستشفى مستشفى حديقة عامة بارك مركز تسوق ميوزيام 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 مكتب بريد مكتب بريد مكتب بريد ممتب بريد مخيام ممتب بريد ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خطاب لتر لأن كابتل عشان دي البحر والأنهار نعمل أولها كابتل لتر زنايل زنايل كنبة كاويتش كاويتش مريض سك 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 زنايل زنايل كاويتش سك سك تمام نلب الصفح وزائف لغوية وزائف لغوية حروف الجلة الخاصة بالمكان نستخدمها عشان نحدد مكان شيئون ما زكية جناز بجانب المطبخ بجانب غرفة المعيشة زكيف الكهف موجود داخل الصخور زكيف ماي هاوس بيتي او منزلي يجي بعدها مكانين بها زا طول هاوس زا تري بيتي موجود بين الشجرة وبين المنزل ايه الطويل لاحظ الفرق بين كلمة اون واباف حيث اون تعني نشيك فوق فوقه شيء اون اخر ويكون ملامس لو زي ما قلنا لما نقطك ايه لازق كده في الصندوق من فوق ولكن اباف تعني نشيء ايه اعلى ولا يكون ملامس لو قلنا عليها دي وحنا بنا ردس بابلك بلسس اماكن عامة ندرس ايضا الاماكن العامة في المدينة ومع الذي نفعله في كل مكان يعني السوبر ماركت بنعمل ايه we buy food نشار منه الطعام يبقى السوبر ماركت المكان ده بروح نعمل ايه we buy food نشار الطعام الهو اسبتال قالك we go to او we go there بنروح هناك when we are sick لما نكون ايه مريض او عندما انا مرض we go there when we are thick الهو اسبتال اسكول المدرسة قالك we learn never نتعلم هناك بنروح هناك عشان ايه نتعلم post office قالك to send letters عشان نرسل الخطبات to send letters الافيس اللي هو المكتب قالك my mom and dad work there بابو مام بيعمله هناك يعمل work يبقى الناس سعمل ايه في المكتب تعمل work يعمل مكتب office طيب عندنا الشوبينج والي هو مركز التسوق بيقولك يبقى we buy clothes بنشتري من هناك الملابس انشوز اسوال احزائه السوبر ماركت we buy food نشتري الطعام hospital we go there when we are sick عندما نمر school نزل نتعلم هناك post office we send letters نرسل من هناك الخطبات office my room sorry my mom and dad work there بابو مام يعمله هناك شو بنجمول we buy clothes and shoes من الشيء من هناك الملامس والاحزائه بعد كده بيقولك read and listen اقرأ واستمع answer the questions وجاب على سئلة الولد الجميل ده اسمه اي زين my name is زين انا اسمي زين i live in a village انا عايش في قرية نيكل سوزا نيل بجوار النير i live in a house عايش في منزل is my family مع عائلتي our house بيتنا isn't the biggest house ليس ايه ليس الاكبر in the village في القرية بيتنا مش اكبر بيت في القرية ولا حاجة it's between يوجد بينا او يقع بينا ايلو بيت لونه اصفر and a brown house وبيت لونه بوني there are طولت ريس وجد اشجار طويلة behind زاوس خلف المنزل يبقى فين البيت ده فين البيت الموجود بين ايه بين اصفر وبيت بوني وفيه وراء اشجار طويلة طبعا هو البيت ده بيت زين تمام البيت الاخدر ده هو بيت مين بيت زين يا سنة رابعة علي نشوف الصفحة اللي وصدها قبل ما راح الصفحة اللي وصدها في سؤال كده بيقولك ايه which house does z اللي في اين المنزل اللي بعيش في زين طبعا هو ده هنقول the green house اعيش في البيت اللي يقولونه ايه اخضر صفحة اللي وصدها صفحة مية سبعة وستين look listen and number on على in في under تحت above فوق next to between behind behind خلف in front of امام هنقول اكتب الرقم تمام هي كده بجانب يعني next to الكلمة رقمها 5 هنا امام in front of الكلمة رقمها 8 ده اعلى above الكلمة رقمها 4 ده بين between الكلمة رقمها 6 x دي تحت under الكلمة رقمها 7 دي في n الكلمة رقمها 2 صور انا اسفة جدا هي كده مش ده هي ايه ده هي behind خلفها behind رقمها كام 7 عرفت ازاي انها خلفها طيب الصندوق متغطي يبقى وقفه وقفه لكن دلوقتي الصندوق مش متغطي بها جوه 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 يعني بها n 2 في n بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 16 16 16 17 المكانين يبقى بتوين على طول there are four chairs فيه اربع كراسي ان تابلو ترابيزة موجودين فين ها in the balcony في البلكونة ذاتريس الاشجار دي are north apartments امام in front of تمام الاشجار ايه امام الايه الشقق السكنية نقل بالصفحة قلبنا الصفحة 168 look listen on number تعال نشوف الرقم بيقولك يبقى school مدرسة فين عشان نرقمها ها اكتب هنا وان دو سوبر ماركت فين السوبر ماركت اهو shopping mall مركز التسوق طيب فين ال post office اهو فين ال office اهو فين ال hospital اهي six match تعا نواصل where we buy food بنشر الطعام منين قالك من السوبر ماركت where we send letters نرسل الخطابات فين post office اخر حاجة خلص حرف الف بقى دي بي ودي اف where I learn بتعلم فين في ال school حرف D where I buy clothes and shoes بشير الاحزيه والملابس منين من الشوبينجي موه حرف Z where my mom and dad work اين يعمل ابي و امي في ال office المكتب حرف A where we go when we are sick بنروح فين و احنا مرضى في ال hospital تمام بنروح فين بنروح ال hospital صفحة الوصد صفحة 169 بنروح الوصد بنروح الوصد بنروح الوصد دي اي سكول تمام دي اي hospital سوبر ماركت اوفيس شوبنجي مول باست اوفيس ميوزيوم المتحف تمام وصلنا كل حاجة باية ما كانها على الخريطة where is it look at زي ما بوص على خريطة اللي فوق دي اين هو انزل الخريطة و اكون جمل اختر حرف الجمل اصدرك القناة تنبيل ا Luxуры ومثال ترجمة السبحة حمارة ومثال مخ الveland اكت morte The green street is between the school and the post office. The park is where is the shopping mall? There are many places in the old room, the entrance of the park is in front of the school. All right? تمام. انتهى من صفحة 169 انا بنشر صفحة 170. صفحة 170 تدريبات على الدرس اللي احنا يلسا وادنه دلوقت اللي هو هي الدرس الثاني. شو زرية انصر from a b c or d او a b or c. اسأل سوال is the hospital بيرد على وقاله it's behind the park. يبقى وين متى وير اين ولا ويتش طبعا اي وير اين المستجرة انها هي خلف الحديقة. دو. we send letters. نرسل الخطابات at the school في المدرسة ولا hospital ولا post office. طبعا post office مكتب البريد. I buy clothes and shoes بشري احزية وملابس منين من office مكتب. shopping mall مركز تسوق ولا hospital مساجفة طبعا بشري منين من shopping mall. my sister is sick. اخت مريضة. she is going to. هتروح فين hospital ولا museum ولا school طبعا هتروح ال hospital. there is a cat that share between بين الكرسي لا ما عندش مكتن بتون ما تنفحش. ناكس ما تنفحش ما عندش تو لازم ناكس تو. يبقى ان ذا تشير القطة على الكرسي. match. we buy food بنشير الطعام من اين? at the supermarket من السوبر ماركت. the trees are in front. in front of our house. امام منزلنا. the tint is next. next to the car. بجانب السيارة. the shopping mall is between the park and the museum. بين الحديقة والمتحف. ريد انفلن ازا جابست عنا ملقى الفراغات. was يعني b او اي او معا. behind خلفها. next to the car. my friend the gentleman lives in a village عايش في كاريا. no at twos a night. البقى انكس تو. بجانب النيل. he leaves in a house عايش في بيت. heo طبعا ايو is his family مع العيلة. his house is between. hay lo house and a brown house. there are toll trees behind his house. ياشجار طويلة خلف ايه? منزله. صفحة القصبة. one hundred seventeen 271. read and reorder the following to make sentence. قاعد الترتيب. ونحن. باي. الشرق يفوت. at the supermarket. بنشرط عمل السوبر مركت. where is. اين يكون. the post office. اين مكتب البريد. the hospital is. لكستو بجانب الآي. the school. المدرسة. بعد كده ذرز. يوجد الآي. the shop in the mall. فين. behind. دائما المكان الأولاني يكون قابلي. A والمكان الثاني هي قابلي ذا. behind the supermarket. يعني ما ينفحش أقول. there is the supermarket behind the shopping mall. لا. لازم أقول A قابل المكان الأولاني. وزا قابل المكان الثاني. بقى ذا supermarket هي الثانية. أعيز براكراف عن ماي هاوس منزله وأن البراكرافات موجودة في نهاية الواحدة صفحة 192. يلا بنا نشوف 192. ماي هاوس كاتب ايه. ماي هاوس. I live in a big house عايش في بيت كبير. I or it has a lot of rooms في غرف كدير. I love it because بحب وإتسبج لأنه كبير. I can't play outside. ماي هاوس. أستطيع أن ألعب خارج منزلي. ماي هاوس has a beautiful garden بيتي ليه حديقة يا جميلة. نرجع صفحة 171. آخر سؤال معنا البنك تويت. أول حرف معنا ال W. which house does Zane live in? البيت اللي عايش في زين. ده سؤال نحطك والشاموركي في النهاية. كده حبابي انتهينا من حل وشرح الدرس الأول والتاني اللي سنوانا أنتو من الواحدة. الرابع ويرضو ليه فأي نتعيش. استنونا إن شاء الله الفيديو كنا بنحل مع بعضنا الدرسين الثلاث والرابع من كتاب بيت. ونذكركم هنا على القناة بحل وجرح من كتاب الأضواء الدين. وكتاب بيت باي بيت وكتاب المعاصر. اي حاجة محتاجين هتلاقوه هنا على القناة. افتح بس قوام التشغيل كده من فوق. افتح كم التشغيل الصف الرابع عشرين تاتة وعشرين. هتلاقييني بحل واشرح جميع الدرس يعني الفيديو هتلاقي الدرس كده مشروح زي النهاردة. وبعد كده بنحل تدريباته. يعني مش تلاقي كده كده قنات بتعملك فيديو شرحة منفصل. والحل منفصل لا. انا جابانا كل حاجة في الفيديو عشان لا تلف ولا تدور. بيتنا قدر تعبنا ومجهودنا ونعمل لايك كده الفيديو ونشاهدوك في القناة عشان وصلنا ان شاء الله كل جديد. بيتملكم النجاح البرو والطفوك بإذن الله. بيتملكم على صفحة الفيسبوك ومسهي برجة بنفس اسم القناة لأي استفسار. كانت معكم مسهي برجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة